وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد عاد والوفد النيابي المرافق له إلى البلاد بعد مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي البرلماني الذي نظمه البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن قبل أيام وكان في استقبال الغانم لدى عودته أمين عام مجلس الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد لو جيت والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد لمطيري ويذكر أن الوفد النيابي قد ضمن نواب عبد الوهاب البابطين وصلاح خرشيد وصفاء الهاشم وثامر للسويد